في السياسة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإيراني وسلمتهم مذكرة احتجاج رسمية مصادر نفطية للسياسة لم نتلقى عروض من طهران لتطوير حقول مشتركة الكويت والسعودية رسمتا حدودهما عام 2000 والمنطقة غير المرسمة تحتاج اتفاقا ثلاثيا خبراء التهديد الإيراني بالون اختبار لشق وحدة الصفة الخليجي وتنفيذ ضغوط الأزمة النووية رشايدة الرابعة واجروا تشاوريتهم بهدوء في عشر دوانيات وزكوا أربع مرشحين أي تقريبا المشاهدين الكرام كانت هي أبرز عنوين صحيفة السياسة الوطن أمام مشاهدين الكرام وعنوينها كذلك تعلق ببيان الشفافية شفافية الانتخابات شراء لصوات متفشن كمقات إذن حتى بيان أو عنوان الوطن لا يختلف كثيرا عن بقية صحفنا المحلية هذا مشاهدين الكرام باختصار لهم وأبرز عنوين جريدنا رح نناقش هذه العنوين ولكن كالعادة نأخذ فاصل ومن ثم نواصل مشاهدين الكرام رجعنا إليكم من جديد رح نناقش معكم أبرز وهم عنوين صحفنا الصادرة اليوم الأربع عشر شاركنا اليوم المحامي والدكتور الدكتور فهد الحبيني حياك الله دكتور يا مرحبا فيك أخويا حياك الله دكتور يعني اليوم العنوين عندنا جرائدنا مختلفة من صحيفة إلى صحيفة لكن أبركز على بعض المواضيع نبي نناقش هذه العنوين اليوم يمكن أبرز يعني خبر موجود في أغلب صحفنا تغريبا الشفافية وجمع الشفافية وبيانها اليوم صدر التجاوزات انتخابية مستمرة ومنظم التجاوزات ذاكين الفرعيات وشراء الأصوات ومربوط المسألتين يعني الفرعيات مع شراء الأصوات يعتبرون هذا تجاوز للانتخابات كذلك اليوم يعني واضح كما تقول صحفنا فرعية الرشايدة كما تقول النهار والقبس على عينك يا حكومة وعيني عينك بالحرف كما تقول جريدة النهار هل هذه فعلا التجاوزات كما تسميها جمع الشفافية تسيء إلى العملية الانتخابية في البلاد طبعا هذه تسمى تجاوزات قانونية وطبعا من أشياء التي تعتبر مسيئة للعملية الانتخابية لأن هناك قوانين تمنع الفرعيات أو ما يسمونها الآن التشاويات والرشاوي كذلك ممنوع ومجرمة إذن هذه أحد شوائب العملية الانتخابية الموضوع المهم في هذه التجاوزتين كيفية القضاء عليها لدينا قوانين تجرم ومع ذلك لم تجدي نفعا اليوم نشاهد بعض الفرعيات التي صبغت الرشايدة والتي مرت مرور بسلام وما حصل مع الرشايدة حصل من قبلهم يحلون إلى النيابة العامة وتتخذ إجراءاتها والأحكام التي نشاهدها تنتهي في البراءة إذن المسألة ليست مسألة قانون المسألة محتاجة منها إلى دراسة كيفية منع أبناء القبال من إجراء هذه الانتخابات الفرعية إذا هذا القانون لم يجدي إذن هناك خلل لدينا هناك طبعا فيه رأي يقول أن الأفضل أن تترك من غير تجريم وهذا رأي قديم لا زالوا بعض أصحابهم متمسكين فيه أن علاجها في عدم تجريمها لأنها تلقائيا سوف تنتهي هذه الانتخابات الفرعية لكن لماذا يلجأ ابن القبيلة إلى الانتخابات الفرعية؟ أنا في تقديري أن السبب الرئيسي هو تقصير الدولة لأنه نجد ابن القبيلة يلجأ إلى قبيلته وابن الطائفة يلجأ إلى طائفته السبب هو تقصير الدولة في تلبيات حاجاته لو أن الدولة تقوم في واجهها بتلبيات حاجات المواطن بسواسية أمام لجميع المواطني دون تمييز بينهم أنا متأكد أنه لن نرى انتخابات فرعية وهذا أعتقد هذه مسألة ولن ترى حتى لا استفاف طائفي ولا قبلي ولا كذلك حتى عنصري كل هذه الأمراض الاجتماعية سببها تقصير الدولة لأن الدولة يفترض أن تقوم لإشباح حاجات المواطنين نعم لكن أنا لما ألجأ إلى قبيلتي أو إطافتي إذن هناك خلال في الدولة محتاج شنو؟ محتاج معلالته هذه مهمة منه؟ مهمة الدولة هناك سؤال يعني أنا يمكن طرحت قبلها المرة دكتور ودي أن أتناقش معك فإن هناك بعض القوانين يعني قيل بأن قانون تجريب الفرعيات صعب التطبيق لماذا يلجأ المشرع في الكويت إلى إقرار قانون نوعا ما واضح جدا أن تطبيقه صعب جدا وتطبيقه قد يؤدي إلى صدام بين الدولة وبين المواطن يعني بعض القوانين من ضمنه طبعا تجريب الفرعيات أعتقد أنه صعب أنك الطبقة فلماذا يلجأ المشرع إلى هذا القانون؟ ألا يفترض أن هذا القانون يعاد النظر فيه؟ أنا لو أيد الفرعيات وأنا ضد الفرعيات أساسا وسؤالي ليس الهدف يعني دفاع الفرعيات لكن هناك قوانين ومن ضمنه أكبر مثال قانون الفرعيات يعني صعب التطبيق لماذا نلجأ إلى هذه القوانين اللي نوعا ما يعني لا يستطيع حتى لا تستطيع حتى السلطة التنفيذية تجريم أو تطبيق هذا القانون يعني في مسلكين يعني اتخذتهم السلطة كانوا مسلكين يعني منتقدين تعامل وزارة الداخلية مع العوازن في الصباحية وكذلك تعامل وزارة الداخلية مع المطران في الدائرة الرابعة أنا أقول لنا الفرعيات علاجها ليس بالتجريم أو بالتفكير بيعني صور أخرى أو التشدد في الفكرة في موضوع الفرعيات أن هناك خلل جعل أفراد القبائل يلجؤون إلى قبائلهم لو أن الدولة فكرت في طريقة على أنها تلبي حاجات ابناء الوطن لن يذهب ابن القبيلة لقبيلته سوف يفكر في اللجوء إلى الدولة لكن هذا هو السبب الرئيسي في وجود الفرعيات وللأسف هذا يعني تحت رضا حكومي وتقصير واضح منها في عملية قيامة الواجهة أنا فعلا أوافق في هذا الرائع من الرائع اللي فعلا أعتقد أنها أصابت كبد الحقيقة طيب الكويتية تقول جد الكويتية استفتاءات الكترونية الآن انتشرت في الإنترنت طبعا وعن طريق الآيفون وبالتالي من ضمنها جمع الشفافية تقول هذه الاستفتاءات تؤثر بسير العملية انتخابية الكويتية تقول هناك مرشع شراء ألف آيفون ووزع على بعض ناخبين أو أبناء دائرثة أو أنصارة كما تقول لأجل التأثير في العملية الانتخابية هل فعلا الوسائل الحديثة الآن تؤثر في العملية الانتخابية الآن ذكرنا الفرعيات وذكرنا شراء الأصوات الآن دخل شيء جديد اسمها الآيفون ودخل الاستفتاءات الكترونية يعني هذه الاستفتاءات يعني مثل ما ذكرت جمعتي يعني استفتاءات مضروبة يفترض أثناء العملية الانتخابية تكون عندنا هيئة تراغب العملية الانتخابية اليوم مجلس الوزر أصدر قرارات يعني ممتازة بإنشاء أو دراسة إنشاء هيئة مستقلة لانتخابات مفوضعية الانتخابات نعم تراغب العملية الانتخابية وهيئة للنزاهة نعم وهيئة للنزاهة من بدايتها إلى نهايتها لأن هذه الاستفتاءات ممكن مثل الأخ اللي سلك سلوب وشرالة ألف آيفون يطلع الأول باستفتاء رغمنا واقعيا هو الأخير نعم الأخير لكن هذه الاستفتاءات تؤثر لمسرحة سين أو صاد لو هناك هيئة راقب أنا متأكد أنها ستمر العملية الانتخابية بتساوي بين المرشحين وبالتالي لن نرى مثل هذه الاستفتاءات اللي تذكرتها جميعا استفتاءات مضروبة نعم أنا على موضوع بعرج على موضوع مجلس الوزراء والقرارات اللي اتخذها مجلس الوزراء البعض اليوم كذلك يصعبنا أكثر من تصريح من كذنا يمكن النائبة السابقة السيلة العوضي ذكرت بأنها يعني متفائلة جدا بقرارات مجلس الوزراء لكن أنا أضع علامة السفاء مجلس الوزراء أحال هذه القوانين أو هذه المخترحات إلى اللجنة قانونية يعني دائما ما تعودنا على مجالس الوزراء السابقة دائما ما شاء الله اجتماعات نارية ونسمع البيانة يصدر وجميعها تحالي اللجان قانونية أو اللجان اقتصادية وبعد سنة سنتين ثلاثة ما نشوف شيء على أرض الواقع هل نتوقع هذا السيناريو كذلك رح يستمر في ظل الوضع الجديد والحكومة الجديدة أنا أقول أن قرارات هذه مثل ما تفضلت وحيلت إلى جان أنا أقول ليس هناك وقت مسعف حتى نرى مثل هذه القرارات أو هذه الأيات على أرض الواقع لأن نشوف كل المرشحين كل واحد منهم نطق خيمته خلصت و العملية انتهت نعم أصبحت هذه القرارات إذا كانت جادة فيها الحكومة فعلا تصدرها في مشروع على أن يعرض في أول جلسة المجلس الأمة أنا متأكد أن لن يكون هناك إمكانية تطبيقها على هذه الانتخابات لكن في الانتخابات القادمة يفترض أن من أول جلسة يكون هذا المشروع موجود وننتهي منه لأن هناك صراحة عزوف من عملية التقدم في خدمة الوطن من خلال الترشل وعضوية مجلس الأمة والسبب شنو؟ التكلفة العالية للعملية الانتخابية أصبحت بمئات الآلاف نعم فأصبحت نحن أمام ديمقراطية رأس المال معك مال تستطيع أن تنزل وهذه الخطورة التي تواجه يمكن دموان رضي في الكويت مستقبلا يمكن الإنسان البسيط لن يستطيع أن يخذ الانتخابات وهذه إذا كانت يعني يعني تسجل حسن لحكومة الشيخ جابر مبارك أنا أقول هذه مشاريع قوانين إذا ما نفذت إيه إحنا نريد فقط لجان وما شاء الله عاد لجان عندنا بالسنوات يعني بالهم طويل جدا مثل ما تفضلت عندنا نقول أن هذه قرارات مفرد تعرض في أول جلس المجلس وننتهي منها لأن هذه مسألة مهمة أعتقد أنها تعود بالنفع على هذا الوطن ممتاز القابلس اليوم كذلك يعني كأنها بالأمس واليوم تشيد بتوجه سمو رئيس مجلس زراء شيخ جابر مبارك كل الحزم واضح يعني أنا قاعد أشوف الشيخ جابر اسمه شيخ جابر مبارك يعني ما شاء الله عنده همة قوية خلال أيام هذه نتوقع المزيد من الشيخ جابر مبارك أو أن هذه يمكن فقط البدايات يعني حنا كلام هذا جميل الوالد بالصحف لكن السؤال هل هذه المدة كافية لأن يتخذ هذه الجراءات عنده يمكن شهر أو شهر شهر نعم ثم تبدأ حكومة جديدة برئيسي هل سعود أم لا لكن إذا كان في الإمكان عمل شيء خلال فترة نعم أنا أتمنى أن يترجم مثل هذه التصريحات على أرض الواقع حتى يرى المواطن والمقيم مدى فاعلية الحكومة في حماية مصالح مصالح المواطنين خاصة فيما تعلق في غلاء الأسعار لأن هذه فترة يعني انتقالية قد يرى بعض التجار الجيشعين إنه فرصة في رفع أسعار وبالتالي المتضرر المقيم والمواطن ممتاز طيب نذهب إلى قضية أخرى كذلك لن نخرج عن إطار الانتخابات والأجوال التي حصل في البلد اليوم صرت إشاعات كبيرة جدا بأن احتمال أن وزارة الداخلية تقوم بشطب النائب والمرشح في إصر المسلم والطبطباء يذكر اليوم قال سنسحب من الانتخابات ويمكن محمد هايف ومجموعة كبيرة من نواب ما يسمون المعارضة يعني تداعوا إلى اجتماع مستقبلي إذا ما تم هذا الأمر القابل تقول الشطب المرشحين بيد الداخلية لا القضاء هل نتوقع نفس هذه الخطوة أن تقوم بها وزارة الداخلية أو الحكومة بصفة عامة بتجاه المرشح والنائب السابق في إصر المسلم طبعا الداخلية لحق في الرقابة في مدى توافر شروط المرشح لأي إنسان في إصر المسلم أو غيره نعم لكن المسألة التي أنا أستغرب منها جميع المرشحين تقدموا وقيدوا أساميهم لماذا التأخير لماذا التأخير نعم صح نحن مقبلين على فترة انتخار بات قريبة في يوم اثنين اثنين نعم أقل من شهر تقريبا قد يصدر قرار ضد في إصر المسلم وأنا ما أتمناه نعم يعني لا أتمناه أن يعيش طب في إصر المسلم ومن هم على مثل في إصر المسلم لكن لو فرضنا هذا جدلا وهذا في علم الغيب يفترض أن هناك فرصة حتى يتظل من قرار الشط ويلجأ إلى القضاء ويقول كلمتها القضاء فيها لأن فترة الشهر يعني أتصور قليلا جدا نعم هو يقول دكتور أن فيصل المسلم هذه جلسة في يوم تسع وعشرين واحد وهي جلسة للسئناف المخاصص في موضوع تشيك بورغان القضية الشهيرة فاحتمال يعني أن إما يدان أو غير يدان لكن العملية برمتها تتعلق في موضوع حصانة النائب يعني أن ذكر أو موضوع الشيك ذكر داخل قبة عبدالله السالم وبالتالي بعض الخبرات دستوريين يرون بأن لا يحاسب النائب وإذا حوسب فيصل المسلم إذن حصانة النائب مستمرها تكون قاصرة وليست لها يعني الحرية المطلقة داخل قبة عبدالله السالم يعني أنا من أول من نشر رأيي في جريته الآن نعم يقول بأن فيصل المسلم لا زال يعني متوفر في الحصانة في هذه القضية نعم ونشر لي في جريته الآن لكن هذا الموضوع الآن يحاكم وصدر حكم في أول درجة و أنا رأيي مطروح في هذه القضية أتمنى من المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوة لتوفر الحصانة في حق فيصل المسلم نعم لأنه وجهة نظري أنه لا يصح محكمته على هذه القضية لأنه كان الحصانة لا زالت له نعم وموضوع الآخر في هذه القضية نحن عندنا جلسة في يوم 29 واحد نعم الذي يحرم من الترشيح هو الذي يصادر ضد حكم نعم من محكمة الإسلام نحن قضية فيصل المسلم إلى الآن لم تصدر نعم لم يصدر منها حكم يمحكم الإسلام حكم ابتدائي فقط نعم إذن فيصل المسلم يحق له الترشح طيب خالف تميثير اليوم أحد بناء الدائرة الثانية قدم بلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر